معتقل الموت يوم يسمى بالكريال وهو أحد السجون التي شيدت من طرف المستعمر الفرنسي سنة 56 وتسعمائة وألف بغية تجديد الخناق على الثورة في المنطقة الشرقية لولاية مستغانم ببلدية السيدعلي وقد استعمل جانبا من المحتشد لتعذيب وإبادة الثوار والمجاهدين من نساء ورجال حيث بلغ عدد الذين عتقلوا داخل الزنزنات أكثر من أربعين ألف واستشد منهم تحت التعذيب ما يقارب ثلاثة ألف وقد تم غلقه مباشرة بعد السرجع السيادة الوطنية سنة 62 وتسعمائة وألف نحن نعرف بأن الثورة التحريرية لما انطلقت في أول نومة 1954 قامت السلوطة الاستعمارية ببناء معتقلات ومحتشدات في كامل تورب الوطني من بين هذه المحتشدات لدينا محتشد سيديلي أو معتقل سيديلي الذي كان يسمى بمعتقل الموت بني في سنة 1956 من جراء معركة وقعت في هذه السنة بالذات في 1956 قام المستعمر الفرنسي في بناء هذا المحتشد بتخصيص 12 زنزنة التي لا تتجاوز مساحتها بين 6 و2 متر وكان يتكدس بالواحدة منها أكثر من 80 معتقل حيث مارس عليهم المستعمر الغاشم أشد أنواع العذاب كالضرب المبرح واستعمال الكهرباء ورميهم بعد الإعدام في بئر داخل المعتقل العدد المعتقلين اللي جابوهم لهذا المعتقل هو أكثر من 40 ألف لأن المعتقل هذا بني في سنة 1956 من 1956 حتى 62 وكانوا يجيبوه يوميا ما بين 150 حتى 200 واحد محتشد يحفظ وينقل تاريخ لمجاد إلى جيل بعد الثورة بغية ترسيخ الذاكرة التاريخية في ذهن أبناء هذا الوطن للحفاظ على الأرض التي مزجت بدماء الشهداء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيي الجزائر حرة مستقلة ترجمة نانسي قنقر